اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بيمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايشي لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا ايشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن ايشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت بتحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج السرطان طبعا اول شي رح نحكي عنه هو وجود الزهرة عندكم وهذا الاشي اللي بيدعمكم وبيخلي شوي الحضوط تدعمكم بشكل ايجابي بالفترة هاي بعزز منفقتكم بالنفس وبرضو بيدعمكم بشكل قوي جدا وبيخليكم ملفتين للنظر وخصوصا للجنس الاخر في منكم ممكن يطور وضعه لمرحلة جديدة او علاقته لمرحلة جديدة ممكن توصل لمراتب ارتباط او عاطفة او حب جديد او اشياء لها علاقة بالزواج يعني تبلش بالفترة هاي بشكل اكبر وبرضو بتدعمكم بالحضوط في مسائل كثيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي اما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو الاسد وموجود عندكم عطارد وموجود عندكم الشمس وهي بتدعمكم على مسألة لها علاقة بالوضع المالي فهي بتطور وضع مالي معين بتحصلوا ارباح من عمل اضافي ممكن انه بعض المكتسبات المالية او هبات او مساعدات او دعم او هدايا يعني بالفترة هاي فيه مواضيع مالية برضو بتكون ايجابية ولمصلحتكم بالفترة هاي ولكن الاهم منكم ما تبلغوا بالمصاريف اما بالنسبة للبيت السابع اللي هو بيت الشراك المالي والعاطفية وطبعا اللي موجود فيه بلوتو والمشتري وعنكم زحل والثلاث بيتراجعوا صحيح انهم مش سلبيات بشكل كبير بالاسبوع هاد ولكن برضو بيخلوا فيه خلافات او نقاشات ما بينكم وبين شركائكم بالمال او بالعاطفة ممكن نقاشات او حوارات او اهتمامات ببعض المسائل اللي تطلب منكم نوع من انواع الصبر اثناء التعامل عدم الاندفاع عدم اصدار القرارات اذا صار خلافات تقدروا تحتوها وتقدروا انكم انتم تتعاملوا معها بدون التصلب بالرأي او انكم توصلوا العلاقة للانفصال العلاقات الضعيفة عرضة اكثر للمشاكل في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمكم على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا انه نبتن اللي موجود فبدعمكم على الاتصالات حوارات مراسلات امور تعليمية امور دراسة خيالكم شوي بيوديكم لمناطق تطلب منكم نوع من انواع التعب شوي على البحث على مسائل معينة او دراسة مواضيع جديدة او العودة لمقاعد الدراسة او دورات او اشياء العلاقة بالسفر او التعامل مع الاجانب او الاوراق القانونية والمعاملات اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بتدعمكم على مستوى بيت السمعة صحيح انه المريخ شوي هو بيعمل نوع من انواع السلبية وخصوصا بالزاوية اللي نبهنا منها ببداية الحلقة فعشان هيك منقولكم ديروا بالكم ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين ولا للدخول لاشياء مشبوهة حاولوا قدر الامكان تستغلوها بالطاقة اللي بتدعمكم على مستوى العمل على مستوى انجاز اعمال على مستوى علاقاتكم بزملائكم ورؤساكم بالعمل ولكن بدون احداث المشاكل او تكبير المشاكل او فرض السلطة حتى على الاشخاص اللي بيشتغلوا معاكم اما بالنسبة لبيتك 11 طبعا اورانوس اللي موجود فيه وهو اللي بيجيب لك مناسبات بشكل مفاجئ علاقات بشكل مفاجئ ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة بشكل مفاجئ وممكن تتعرف على اصدقاء جدد بشكل مفاجئ وفي منكو ممكن طبعا اللي صدقاته مبنية على المصالح اللي هي العلاقات الضعيفة ممكن تتعرض للانفصال او لقطع العلاقة بشكل مفاجئ او خلاف حاد جدا ما بينك وبين صديق هذا اورانوس اللي له علاقة بالمفاجئات اللي بتيجي بدون دراسة او بدون دراية او بدون تحذيرات فبتكو تكونوا منتبهين من هاي النقاط اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعة اللي هو الامس القمر موجود بالحوت بيت حليف لالكم ورح يستمر فيه حتى ظهر يوم الجمعة بتنهمكو في عدد تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات ممكن تخوض تجربة او يطمئن بالك من مسألة جديدة ممكن تتلقى جواب ايجابي او تفرح بسفر او عقد ناجح وممكن تصادف دعم وتشجيع اهم اشي انك ما تقف متفرج وحاول انك تستغل الفرص من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الحمل ورح يستمر فيه حتى فجر يوم الاثنين بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل او بتعزز قدرتكم على اشياء لها علاقة بالعمل وعلاقتكم مع المسؤولين وبتقدروا تحافظوا على انجازاتكم القائمة اهم اشي انك تبرر كلامك بتوضحه بشكل جيد ما تخليه مبهم على اساس انه ما يصير التباس كون جاهز للقيام بزيارة طارئة او لا اتصال باحدهم بتكون الظروف داعم لافكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشاورات بالفترة هاي اهمش انك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالثور حتى عصر يوم الاربعاء بتستعدوا او بتسعدوا للقاء الاصدقاء او تعاونهم معكم بفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة اذا اردت الدعم والتعييد فترة مناسبة للانضمام الى جمعية او مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك من عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الجوزاء بيت متاعبكم حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فبنال منكم التعب ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير الى غذائكم وراحتكم بشير القمر هنا لا اشي الو العاقة بالركود وتأخير في سير الامور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الاضواء وما تختلق اعذار للهروب من المسئوليات والمهمات من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود عندكم بالسرطان فبصيروا انتو مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جيء جديدة وبتعيد النشاط لحياتكم اليومي وتعتبر هاي من افضل الفترات القادمة اللي راح تدعمكم بشكل قوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة